السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا 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 النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واجمل شيش طبوك في العالم طحفة حاجة كده من الاخر هتعتمدوا الطريقة دي ومش هتغيروها ابدا بجد حاجة تشرفك في اي عزومة وطعمها خيال نسمي باسم الله ونشوف الطريقة بس هتنسوش بقى لو اول مرة تشوفوا قناتي لايك وشيل للفيديو واشتراك لو لسه مش مشتركين وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد انا جبت كيلو وراك من العند بتاع الفراغ قلت له عايزة وراك مخلية للشيش طوك خلاص هو بيخليها بسهولة جدا وبيتدهلك مفروضة كده ما فيهاش عظم خالص خلاص غسلتها كويس جدا جدا بالدقيق والملح واللمون ونقعتها كده نصف ساعة خلاص وبعدين صفتها وشدفتها شوية كده بالمية وبقت معي بالشكل ده انا بقطعها مكعبات بالمقص بيكون اسهل بكتير جدا من السكينة وبعرفة تحكم فيها وبتبقى سهلة خالص بعد ما هقطعها بقى كلها كده بالشكل ده المكعبات بقى زي ما انتو حابين حابينها كبيرة حابينها صغيرة بس ما تصغروش قوي عشان ما تتحرقش في الفرن يعني خير الامور الوسط بعد ما هقطعها كلها كده بالشكل ده مكعبات انا غسلتها بقى زي الفل بس هنقحة تاني في شوية مية فيها كده ايه معلقتين تلاتة خل عشر دقايق بس وبعدين اصفيها واشطفها كويس جدا تاني واصفيها بقى من اي مية خالص وبعدين نعمل مع بعض بقى التدبيلة الجبارة اللي هتخلي طعم الشيش طوك بتاعك مش زي اي حد اجيب بقى لطبق اللي هعمل فيه التدبيلة وهحطي فيه علبة زبادي جبيرة وزنها تقريبا مية وسبعين جران وهحط عليها ربع كوباية من الزيت ومعلقة بقى صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود هسيبلكم مقادير بالتفصيل تحت في صندوق الوصف او في اول تعليق مسبق ومعلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة توم بدرة ومعلقة صغيرة بصل بدرة ومعلقة صغيرة من بوهارات الفرق واحط بقى معلقتين كبار بس مش مليانين من صلصة الطماطم الجاهزة ممكن تستبدلوها بالكاتشا ومعلقة من المسترد حط بقى عصير اللمونة مجموعة التدبيلة الحاجات اللي احنا حطناها على بعضها دي بجد وهمية طحفة جدا وبتخلي تعمق الشيش طابق بتاعي يعني مميز اوي هقلبهم بقى كويس اوي كده مع بعض بصوا بقى لون التدبيلة عاملة معيه ازاي احمر وجميل تعرفي بقى ان الفراغ بتاعتك هيبقى لونها طحفة بعد ما تطلع من فرن كده خلاص بصوا بقى التدبيلة طحفة 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 حط بقى الفراغ بتاعتي اللي انا نقعتها عشر دقايق دي ما قلتلكم بمية بخل وشتفتها وصفتها كويس جدا بجد رحيتها طحفة جدا ولا فيها زفورة ونضيفة وزي الفل اهم حاجة اهم من الاكلة نفسها ان احنا نخسل الفراغ كويس جدا لو الفراغ بتاعتك رحيتها مش حلوة او مش مخصولة كويس مهما تعمل لها تدبيلة مش هتطلح برضو كويس خلاص كده تمام ودخلت كل الفراغ في التدبيلة كويس جدا هغطيها بقى ودخلها التلاجة اطول فترة ممكنة قبل ما نشايشها ونسويها وتقدروا تشيلوها بالتدبيلة دي في الفريزر تقعد معاكم ان شاء الله حتى من السنة لسنة مش هيجرالها حاجة جبت بقى الاستيكس بتاعت اللي شيش تووك او العسيان الخشب اللي انتو شايفينها دي ونقعتها في مياه عادية من الحنفية لمدة نص ساعة تمام الخطوة دي هتخلي الاستيكس دي لما بتدخل الفرن ما تتحرقش قوي يعني هي قاب تتحرق شوية بس يعني ايه تقدر ان انتو تستعمليها مرة واثنين كمان وعندي بقى شوية خضار كده حلوين فلفل احمر فلفل اصفر واخدر وبصل ممكن تحطه طماطم بس تشيلو القلب بتاعها وهبتدي بقى اسيخ الشيش بتاعي بالطريقة اللي تريحكم انا وريكو انا بعملها ازاي انا بحب بقى حط الأول ايه الخضار كده وراء بعضه الشكل العام ده بقى يعني على حسب زوئك يعني حابة تحطي قطعة خضار وقطعة فراخ وقطعة خضار تمام انا بحب احط بصوه الألوان كده وراء بعضها بيكون شكلها اشيك بكتير وبعدين احط بقى قطعة فراخ واردع تاني احط الخضار واشكل في الألوان براحتي بصوا بقى الجمال والله يا جماعة يعني بجد ريحته كانت فضيعة ريحة التدبيل حلوة او اهو حطيت الخضار وارجع حطي فراخ تاني وارجع كمل تاني اهو بنفس الطريقة الخضار ده على حسب الرغبة اللي تحب تحطوه حطوه تمام خلاص كده خلصت السيغ بتاعي وبقى شكله طحفة وهكمل كله بنفس الطريقة عايز اقول لكم وانا بسيخ الشيش كده بالطريقة دي طبعا شغلت الفرن التاعي بقى يسخن على اعلى درجة حرارة انا عايز هيكون سخنة جدا جدا قبل ما دخل الشيش طاوكي يتشوي في الفرن تمام اه لو حبي ينتسوه على طاصة او على جريلة على البوتجاز من فوق برضو يمشي حالهم ما يقولش لأ وبيستوي بيبقى حالو بس انا ببرايح دماغي وبدخله في الفرن بيكون تايم وحلو جدا ومستوي كويس قوي وكمان عايز اقول لكم على حاجة ممكن بدل وراك اللي احنا استخدمناها دي ممكن تبقى صدور وراك وممكن تبقى صدور بس يعني اي حاجة موجودة عندك يمشي حالها بس انا بحب الوراك لانها بتكون قطرة وانعم وطعمها حلو جدا جدا عن الصدور كده خلصت خلاص كل الكمية اللي عندي زي ما انتم شايفين الوانه وشكله طحفة جبت بقى الصينية اللي انا هدخلها الفرن وبطنتها كده بوراق فويل زي ما انتم شايفين وعبتدي اروس الاسياغ بتاعتي ممكن نستغنى عن ورق الفويل ده خالص بس انا بحب احطه علشان لما يستوي ويطلع من الفرن بيبقى عليه بقى كمية دهون كتيرة فاشيل الوراق ورميها وخلاص الصينية تتنظف معايا بكل سهولة هرس بقى كده الاسياغ جنب بعضها وحدخلوا الفرن اول ربع ساعة هينزل كده ايه مية وحيشربها اسيبه خالص ما اسألش فيه لغاية تميزتيه خويس جدا ويتشيو وياخد لون حلو هورهو لكم وهو في الفرن بصوا بقى شايفين مننزل للدهون بتاعته اهي زي ما قلتلكم كده بقى له ربع ساعة في الفرن مش هسأل فيه خالص ولحقيقة شواية ولا حاجة انا هسيبه كده هيقعد من 35 ل 40 دقيقة هتلاقوا لون واستوى وبقى زي الفل وخلاص بعد ما طلع من الفرن بقى شايفين الجمال ويعني كان نفسي تبقوا شمين الريحة بجد قلب المبخ ريحة التدبيلة خرافة مالهاش حل ارسوا بقى كده في طبق التقديم بس خلاص وان شاء الله تجربوه بيعجبكم بيتقدم جنب رزة اصفر او مكارونا زي ما تحبوا مع صلة الطحينة صلة الزبادي بيمشي حلو مع كل حاجة ان شاء الله تجربوه بيعجبكم ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة واشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة